مجلس النواب كما يضاف إلى ما تبين للعالم أجمع من حقائق ومعلومات في دعم النظام القطري للإرهاب والجماعات المتطرفة بغية إشعال الفتنة والعنف والكراهية والتحريض والتسبب في قتل الأبرياء ومحاولة تقويض سيادة الدول وعدم احترام المواثيق ومبادئ حسن الجوار الأمر الذي أكد صواب قرار الدول الداعية لمكافحة الإرهاب في مقاطعة دولة قطر بسبب تآمر نظامها ضد دول وشعوب المنطقة وإن مجلس النواب إذ يرفض وبشدة صدور الأعمال العدائية والإرهابية من النظام القطري الذي لم يراعي حقوق الجوار والمصير المشترك وما نص عليه ميثاق مجلس التعاون الخليجي ونقض العهود والاتفاقيات فإنه يطالب بالتحرك القضائي والقانوني والدولي لكل من استهدف أمن واستقرار مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي وهو ما يعتبر خرقا صريحا للنظام الأساسي لمجلس التعاون وسابقة لم تشهدها العلاقات الخليجية منذ تأسيس المنظومة الخليجية قبل أكثر من ثلاثين عاما إن تدخل دولة خليجية في شؤون الدول الخليجية الشقيقة بل والسعي لقلب نظام الحكم وزعزعة الشرعية والاستقرار فيها يعد إضرارا بالغا بالأخوة الخليجية وتنكرا للروابط المشتركة كما يعرب المجلس عن دعمه لكافة الإجراءات التي تتخذها السلطتان التنفيذية والقضائية لصون سيادة مملكة البحرين ويؤكد أن الحفاظ على أمن واستقرار الدول وحماية مكتسباتها واجب أساسي على جميع المواطنين والأجهزة الرسمية ويشدد المجلس بأن ما كشفه التسجيل السري يؤكد بأن مملكة البحرين لم تكن المستهدفة فقط من التآمر القطري بل هو استهداف لقوات درع الجزيرة المشتركة في مملكة البحرين وهو استهداف واضح لجميع دول مجلس التعاون الخليجي من النظام القطري وبناء على ما كشفه التسجيل السري فإن مجلس النواب يطالب بملاحقة كافة المتورطين في التسجيل السري قضائيا ومحاكمة المدعو علي سلمان باعتباره متخابرا مع دولة أجنبية وهو ما يعد خيانة عظمى وتسبب في الإضرار بمصالح أمن الدولة العليا كما ويطالب المجلس ملاحقة المدعو حمد بن جاسم أحد أركان النظام القطري لتآمره ضد مملكة البحرين وتورطه المباشر في الأعمال الإرهابية ويجب عرضه على المحكمة الجنائية الدولية باعتباره مجرم حرب ساهم في دعم الإرهاب والتحريض على القتل وعمل ضد أمن واستقرار مملكة البحرين ودول المنطقة ويجدد المجلس موقفه الراسخ والثابت مع القيادة الحكيمة لمواجهة كل ما يحاك ضد مملكة البحرين ودعم وتأييد كل الإجراءات والجهود التي تقوم بها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر